ملوك اللعبة زي بتاعة مدرس الأحد في العهد القديم عندنا كام سفر باسم شخص باسم ست رعوس وأستير يهودات في حاجة تاني المشترك في الثلاثة دي أول مرة فكر فيها ها لا يهودات يهودية ايه المشترك الواضح في الثلاثة رعوس وأستير ويهودات في حاجة مشتركة واضحة ما لهمش حد قرفت في الآخر كل واحدة ليه أرسالة كبيرة طبعا طب في الأول تفضلي ها أوكي فات كلنا كان فيتني من بدري الثلاثة دول عاشوا مرار التجارب أصعب مننا كلنا تعرفين أن رعوس مات جزها بدري وما كانتش جابة عيال يهودة أرملة شابة وقررت ما تتجوزش تاني رعوس لا خلاص رعوس أستير يتيمة الأبوين ومذبية فهمين يا جماعة بصوا تاني حاولوا تحطوا نفسكم مطرح رعوس شابة جميلة جزها مات بدري وقررت تخدم حماتها مأساة يهودات شابة غنية جزها مات بدري وما سبلها شعيهل قررت تخدم ربان أستير أبوهم ماتوا سابوها طفلة وكمان راحت في السابي خلي بقلكوا التلاتة عاشوا قصة ألم مش عادي لكن التلاتة بالنعمة وده اللي هندور عليه دلوقتي بقالهم دور تاريخي حتى أن ربنا سجل بأسماءهم كتب مقدس دي كرامة مش عادية على فكر أن يبقى فيه كتاب ضمن الكتاب المقدس باسم شخص دي كرامة كبيرة ده غير تأثيره في حياته فهنا عاوز أعيش معاكم شخصية رعوس ما بين الألم والنعمة لأن رعوس أكتر وحدة واضحة فيها النعمة أحد يقول لي ليه؟ عشان نعمة لأ نعمة يعني نعمة فاللي غير حياتها كله كلها واللي خلق لها الرسالة النعمة لأن عرفت تحب النعمة تحب حمتها الغريبة وبعدين بعد موت العنصر المشترك عادة العلاقات بتنتهي يعني نعمة فقدت ابنها ورعوس فقدت جزها خلاص دي تروح لحالها وده وخلي بالك ودي من بلد ودي من بلد لكن مثلاً أو خسرت فلوس كتير لأ هم التلاتة عاشوا مقاسي طبعاً رعوس دي تولى جدت في وجو اشتغلت خدامة فتر يهودية عردت نفسها للموت أستير عردت نفسها للموت غير أن أستير أساساً كانت في جو سابي ده أصعب من أي هجرة على فكرة في الدنيا إزاي القلم يطلع رسالة بالنعمة وده موضوعنا إزاي النعمة ممكن تاخدك من عز وجعك وقلمك وممكن يجي السيطان يلعب في ودانك ويقولك إيش معنى أنت لا مشاش معنى أنت على فكر هما المختارين بيبوكته هما المحبوبين هما باللي بيبوكته اللي بيبقى ربنا مستني منهم رسائل كبيرة تبقاش حياتهم سهلة أبداً تعالوا نعيش مع قصة رعوس والألم في حياة رعوس بداية عندنا عيلة هادية فجأة دخلها نكد ودخلها تخبيط ومشاكل بصوا النص ده قد كده مأساوي من أول كم سطر حدث في أيام حكم القداصة رجوعهم في الأرض ذهب رجلهم من بيت لحم يهوزة ليتغرب هو ومراته وابنها وبعدين عاشوا في غربة يبقى بدايتنا كانت مجاعة وبعدين دخل الموت على العيلة كأنه منشن خدت ثلاث رجالة ولا بعض خد الأب الأول ثم مات كلاهما محلون وكليون طبعا دي حاجة تخلي الناس يعني إيش معنا احنا طب هما سابوا المجاعة اللي كان فيها موت الراجل يموت جوز نعمة بعدين الولدين تخليلي بقى نعمة دي فقدت أغلى ثلاثة في حياته وفضلت رفع رأسها لأن النعمة شايلة ورأس بقت بصالها مش مصدقة أنت إزاي قادر تكملي ده جوزك واتنين ولادك ملكيش لحد تاني وبتدت الحكاية بمجاعة ثلستي يعني دي زي يا أيوب دي دي خسرانة كل هاك لكن إزاي ما أسكى في ربنا إزاي ما شكتش في ربنا بس إزاي بتتكلم عن ربنا إزاي ديسة بتكلم ربنا رأوسة علاقت وقالت لها ما عندناش كده في بلدنا أنا عاوزة ده عاوزة الإيمان ده عاوزة النعمة دي أنا مش أسيبك وعشان كده قالت لها إلهك إلهي شفتوا الكرازة اللي ما فيهاش وعظ إلهك إلهي أنا عاوزة الإله ده اللي يخلي واحدة بالقوة دي لسه مكملة حياتها ورسالتها رغم كل الوجع اللي دخل حياتها فلحظة ممكن واحد يتشك كأن النعمة ضاعت لأنه ممكن واحد يقول لنعمة نعمة إيه بقى اللي في حياتك وعشان كده في لحظة ضعف لو تاخدوا بالكم وهي رجع بلدها فعادي يقول هي دي نعمة بقت الناس بتتهامز ده بلانة بقى خالص يعني رجع بلدها من غير التلاتة فبقوا يقولوا هي دي نعمة فقالت في لحظة ضعف لا تدعوني نعمة ادعوني مرة لأن القدير أمرني جدا لكن ده مش معنى أنها مستسلمة أنا ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة فضاني خالص جابني على الجنط لماذا تدعوني نعمة والرب قد أزلني هي عدت كإنسانة طبيعية بمشاعر زل وانكسار ووجع قلب وتساؤلات وحيرة وإحساس بامب على فكرة لأنه مش بعيد كانت مشاركة في قرار الغربة ده وقت المجاعة سابوا بلادهم فالبداية بتبتدي بمأساة كده رعوس واحد ده مأساة مأساة صعبة قوي زي أول صحات في أيوب كده تتخض كده زي الأفلام الدراما اللي تبتدي لك بكرسة في أولها وبعدين تبضل بقت قلبك يدقل الغاية ما يخلص الفيلم وتلاقي خبر كويس ده لو فيه فيه ألام نفسية بتعدي على الناس الغالية وربنا بيبقى عارف أن الناس دي هتستحمل وهيطلع منهم مجد وهيطلع منهم قداسة وهم كيبقى الواحد عد عليه ندم ندمت أنك ضيعت فرصة من حياتك ندمت أنه كان فيه شخص مناسب رفضته ندمت على أفر ندمت على خطيئة للأسف وقعت فيها ما كانتش طليق بيك أبدا إحساس الزنب أنك أزيت حد تاني دايما لما حد يموت قريب لحد مشاعر الزنب بتبقى ما عملتش المطلوب كنت خدته مستشفى تانية كنت صرفت أكتر مشاعر معروفة دي بقى التلاتة راحوا منها إحساس الربد من ربنا عشان كده قالت أنا مرة لا أنا مستهلش اللقب اللقب ده بعيد قوي عني أنا ملياش داعه بالموضوع بتاعك ده تكفيك نعمتي ما فيش خالص يعني من الألام النفسية الصعبة هي قالت القدير أزلني قصرني فإحساس الزل والمهانة ده كأن ربنا قصد يدوس يعني طبعا الوحدة هي فترضت خلاصها تعيش تبكي أحزنها لغاية ما تمشي واحدة مستنية تنوت في الحالة بتاعتها هي ما عادش عند أي أحلام ده مش حلم واحد راح ده كل الأحلام راحت حلم تعيش مع جزء أيام حلوة حلم أنها تشوف عيال ولدها حلم ما فيش خالص كل الأحلام طارت فما عادش فيه ولا حلم خسائر ما لا تقدر بتمن لأن هما سابوا بلادهم بسبب المجاعة رجعوا خسرانين كل حاجة غير خسارة النفوس نفسها ربنا يسوع وعدنا أنه مهما كانت التجربة بأن تقيلة يعطي مع التجربة المنفذ على فم القديس بوليس قال لم تصيبكم تجربة إلا بشرية يعني مهما كانت بتبنتي إلا أوي هي برضو بتاعة بشر يعني مش غريبة عن عالم البشر لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتمل والمنفذ هنا أي واحد بيبقى عنده ضغط نفسي فضيع أو إحساس أن النعمة تخلت عنه بيبقى عنده حاجة اسمها طريق مهرب كده عارفين الإجزت بتاع المطافي ده في المباني والكلام ده بيبقى لازم في حياة المجربين في حاجة معينة وكانت هنا المنفذ للنعمة طلعت مين رعوص رعوص طلقتها دي ده إجزت اللي طلعها من العذاب ده كله ربنا اختر لها رعوص لما رجعت الستات بكوا معاها وده طبعا موقف رائع من الناس أنه ما يعزوش بالكلام يعزوا بالدموع بكاءا مع الباكين رفعنا أصواتهن وبكينا بس ده كان على فكرة موقف رعوص وعرفة في الأول قبلت عرفة حمتها دي البنية التانية يعني مرات ابنها التانية أما رعوص فلصقت بها رعوص بقى ما تفهموش إيه اللي شدها الشدة دي يعني أنا بتصور إنها حست بإحساس ما حستوش قبل كده الستة دي فيها سر وطبعا فيها سر لأنها بتاعتصالها الستة دي طقية جدا فرغم الألام بقول لكم فضلت مخلصة ربنا وكل همها سعادة رعوص طبعا ده ده إكسترامايل يعني ده محبة من بتاعة الميل التانية فقالت لها يا بنتي سلفتك رجعت ارجعي اعيش حياتك قالت لا ما تلحيش علي أنا مش هسيبك حيثوما ذهبتي أذهب وحيثوما بنتي قبل اللي تنموا جربين على فكرة رعوص لو بنت عادية هتقولوا أنا أقدر أخدمي أخدم مين أنا عاوز اللي يخدمني أنا عندي مصيبة أنا جاوزت واحد يهودي وبعدين دلوقتي أرجع لشعب مين يرضى بيا كأرملة وأنا كنت ارتبطت بواحد يهودي قبل كده يعني قصة هي ما فكرتش في نفسها خالص هي انتبهت لرسالتها وفيه بويس كده بيلح جواها نعمة حيثوما متي أموت هناك أندفن طبعا عشان تدفن بره بلدها ده قرار مش عادي كل دي قرارات جريئة جدا هكذا يفعل الرب وبيه خلي بالكو بقت بتتكلم لغة روحية ما هو دي أساسة مؤبية مؤبية يعني وثانية دلوقتي بتعرف تقول ربنا الموت يبصل بيني وبينك نتحرك لرعوس اتنين نلاقي المنفذ ابتدى ينور شوية لما رجعوا مش عارفين هيعيشوا ازاي ما عندهمش اي بداخل يظهر شخصية اسمه بوعز هي تروح طلقت في موسم الحصاد وراء الحصادين كان عندهم طبيعة كده اليهود حسب شريعتهم اللي يقع من الحصادين يسيبوا للغلاب ففيه شوية تحاتين كده بيمشوا وراء الحصادين رعوس بقيت شحات اختارت تبقى شحات عشان نعم وانا عامل محاضرة اسمها فضائل الشحاتين لان رعوس اشتغلت شحات بسيدي اللي خادت نعمة فوق نعمة علية جدا عنده ربنا طلع بقى انها بتشحت في مزرعة الاخ بوعز ابو العز للرمز المسيح فبوعز قال مين دي قالوله دي البنية اللي جات مع نعمة تخدمها طبعا الناس كلها بقت مستغربة إيه اللي يجيب واحدة مؤابية مراتب نهى أساسا عشان تتزل معها الزل ده ما تعيش في بلدها فلما رجعت لنعمة تحكي لها وكان بتحكي لها كل حاجة خلي بالكم لو افترضنا ان النعمة دي النعمة معناه فيه لقاء يومي بين الرعوس والنعمة بتحكي لها كل حاجة بتحصل في حياتي زي اللي بياخد خلوة كل يوم فقامت نعمة قلت لها مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والأموهات وقالت لها الراجل ده قربنا درجة تانية في العرب فهي بتبارك ربنا وبتدعي البوعز لأن البوعز قال الله ما تلفش بنتي انتي تاخدي من الحقل بتاعي أنا عشان في الزمن ده طبعا البنات دول بيتقذوا لأنه ما لهمش تمن فهو قال لها لا أنا يعني يخاف عليك يخليكي معه لمؤخذ الشحاتين بتاعنا خلي بالكم ان المنطقة دي اسمها ايه بقاها المفاجأة بيتلح كل الأحداث بتحصل في بيت لحم لأن دول هيبقوا جدة داودة كبيرة وداودة بعلت في بيت لحم وجي المسيح بعد ألف سنة لاته علت في بيت لحم فالأحداث دي كلها بتدور في حتة تخص المسيح طبعا دي كلها إشارات ان النعمة في بيت لحم والشحاتة في بيت لحم هي أجمل شحات لأنك تاخد نعمة غير متوقعة لأنك بتشحت من المسيح شخصيا اللي تولد وعاش في نفس المكان دا فاكرين ميخة خمسة لما أدرك بالروح على فكرة رعوز قبل ميخة تفاهمين رعوز دا في زمن القضاء يعني بعد يشوع على طول وقبل صمويل بعدها بقى بربعمائة سنة لما ميخة تكلم طبعا ما حدش كان يعرف لسه كان معروف ان داود تولد في بيت لحم لكن مين يعرف ان ربنا هيجي في بيت لحم دي اللي ميخة قال قال يا بيت لحم كانت لسه قرية نكرة صغيرة يتعبانة يعني منطقة اسمها أفراتة والعلامة الوحيدة في المنطقة دي قبر رحيل على الباب دي الحاجة الوحيدة المميزة لبيت لحم في الوقت دا أنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوز يعني في زيك قرية ألوف في يهوزة بس فاهمين التعبير يهوزة دا صبت عنده قرى كتير في زيه 11 صبت لا دي قرية من ألف تبع يهوزة شوف فيه كم قرية تانية تبع 11 صبت يبقى واضح انه ايه فيه تنشين على الحتة ديها منك يخرج الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه طبعا دي إشارة للهوته مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزم إذن بيت لحم ببساطة اللي هي الأداس أو المسبح أو الإفخارستية أو الالتصاق بالمسيح أو التواضع دا مصدر نعمة احنا نبارح قعدنا نعيد ونزيد أن التواضع مصدر النعمة المتواضعون يجدون نعمة وأحيانا التواضع ما يجيش غير بالألم بالتجارب الشديدة بكسرة النفس ولو في فتر بيسمح بها ربان بس التواضع دا هو اللي هيفتح عليك أبواب النعمة بعد كده وبعدين ابتدت تشتغل كل يوم تسعة صبح بدري وتلف ورا الحصدين وتلملم الشعير اللي بيقع دا البذر دا وأمها أو حمتها يعني نعمة اللي خلاص متبنيها النعمة مركزة معاها فقالت لها أنت روحتي فين النهار دا ليكن النظر إليك مباركا في السنها دعوات على طول تدعي لكل الناس نعمة دي فقالت لها أنا اشتغلت معا والراجل اسمه بوعز وقالت لها دا مبارك من ربنا لأنه ما نسيش حقينه تلاحظوا أن النعمة رغم الوجع الشديد قوي استمرت في حياة الصلاة أنتوا لو ركزتوا في الأربع إصححات هتلاقوا نعمة صلواتها قد كلامها مع الناس حد يقدر يوصل للمستوى طبعا العدرة معدية كلامها مع الناس واحد في المية لكن على الأقل أنا ما شفتش ست الحمد لله تقدر تصلي إيكوال كلام مع الناس لأ دا دا أكيد هتبقى قديسة كلام مع الناس بصوا بالساعات قدي إيه والصلاة بالدقايق مش بالساعات لكن أوزنوا كلام نعمة هتلاقوا تقريبا إيكوال اللي هي بتقولوا واللي بتحكي مبارك دي طبعا كلها دعوات شكر يعني نعمة قبل الغلب وقبل الزلم عنها كانت ست هانم يعني وفي نفس الوقت شكرة رضية بتقول كل شوية مبارك الله مبارك الله دي واحدة عارفة تشكر في عز وجعها إزاي واحدة بتشكر وجوزها وعيالها ماتوا بتشكر على إيه عشان معها واحدة بتخدمها هو دا اللي هنشكر عليه بس يعرفة تشكر خلي بالكو عشان النهاية بقى مفرحة جدا دا ربنا هيختار البيت دا زي ما اختارهم من العدرة قبلها بألف ومئة سنة اختار العيلة دي تفهمتوا الفكرة؟ ما كان في عائلات كتير لا هو اختار دا تركيبة دي تلاتة دول بوعز ونعمة ورعوز ألا نعوز البيت عشان ناجي منه دا اختيار إلهي لأن النعمة عارفة بتختار ايه يا ترى انت بتبص التجربتك ازاي أكيد ما حدش فينا دا اللي دايته نعمة وغال tips ما حدش دا이에 حتى اللي دايته رعوز مش بالمستوى دا لكن ما اتضمروش ما اعتردوش ولا واحدة فيهم مركزة في نفسها نعمة بتموت في رعوز ورعوز بتموت في نعمة كل واحدة بتفكر في التانية بصوا المحبة المثالية دي نعمة مشغولة على رعوز ورعوز مشغولة بنعمة ما فيش واحدة فيهم مركزة في روح هو ده الجو اللي بيعجب ربنا هو ده بقى المجال المسيح يدخل فيه بالسهولة ثم تأتي النهاية السعيدة تعرفين طبعا فيه سيناريو كده بعد شوية نعمة اللي قالت لها لا الراجل ده لازم يجوزك يا مايصحش إيه اللي لازم يجوزك يعني ما عند ناس بنات تتقدم للعريس ايه كلام الغريب ده يعني لا لا سيبيه هال أنا دي طنط نعمة بقى لما تعرف تخطط هجبهولك لا لا ماينفعش هي فهمة ربنا على فكرة هي مسبطة أمر مؤمرة بشرين هي فهمت أن ربنا عاوز يكافئ البنت دي أدركت كده أن اللي بيعمل كده لازم ربنا يكافئ وبعدين هي بحكم الأرابة والشريعة عارفة اللي في النص ده خيبان تعبان أناني فالأناني ماينفعش ياخد الناس دي ما هو فيه واحد في النص عشان كده الأباء يقولوا ده الشطان اللي هو بيأخذ بيطلب القرب منك بس أناني فما تكملش القس لكن المسيح بوعز يعاني لا ده مش أناني ده ارتضى أنه يناسب عيله سوري وقع لكن هو خلاص فهم أنه مش هيلاقي الفضائل في الحتة تاني هما دول الناس اللي ننسبهم يعمل في الآخر بوعز خد وقع لله ما يسمى يعني القرعة أو النصيب أنه لازم ياخد أرض نعمة اللي هي منسوبة لأبي مالك جزها والعيالها وطالما فيه ستة تجيب عيال لازم يجيب عيل منها يتنسب لعيلة أبي مالك فاهمين السيناريو بيمشي إزاي محسوبة يا حد فهو قال أنا ما عنديش معنى لأن اللي في النص قال لا هيا لا أخد أرض آه فقالوا له لا حسب الشريعة لازم هتاخد رعوز وتجيب طفل ولد والولد ياخد لقب المرحوم فقال لا أنا ما لعبش أنا مشتغلش الحد تاني أنا حكتي لي فطبعا ده تشطب عليه وعشان كده تلاحظوا الغريب في سفر رعوز عارفين اسمه إيه الرجل ده فلان من مرات النادرة في الكتاب اللي تلاقي كلمة فلان فلان يعني نكر يعني حدش مش لازم نحفظ اسمه أساسا يعني اللي ما يتسمهش يعني لأنه ما تحسبش خلاص في التاريخ شخص مالوش لازمة لأنه أناني يعني بوعز تجاوز رعوز جابت على طول الولد اللي طلع أنه هو مين بقى طلع أنه عبيد جد داود أبو يس على طول فقالت النساء لنعمة مبارك الرب الذي لم يعدمك وله لما نعمة شالت البيبي دا ابنها برضو خلي بالكم لأنه ما استسمي على جزها فهمين الفكرة فده ابنها ابنها بعد ما ماتت أو جزها مات فهمين المعنى العميق دا إيامة دي إيامة أموات يعني إيه في طفل بعد ما الموت غلبها كان ثلاثة من عالتها الموت دخل حياتها خلاص وقفت حياتها لا طفل طلع من قبر من ممات لأنه دي طريقة النعمة أنه لازم يبقى فيه إيامة في الموضوع فلما شالت الطفل حسب بحياة جديدة بحلم جديد بحلم جديد في حفيد ربي لأنه رعوز اللي حبيتني جابتلي حفيد فيكون لك الإرجاع نفس بصوا تعبير الكتاب الدقيق Restorer of life إرجاع نفس ليه فكرة الإيامة وإعالة شيبتك لأنك الناتوكي كأنه اللي هي مرات الإبن يعني وهي خير لك من سبعة بني لأن اللي بيعرف يحب دا ما يتحسبش بالأرقام هي بترعوز بتعرف تحب أخذت نعمة الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية وسمته الجارات اسما قائلات قد ولد ابن لنعمة دعونا اسمه عبيد هو أبو يسا أبو داود إذن في حياة جديدة ممكن تطلع مع طفل جديد وفي بيت لحم هنا نفسي تعيشه الشعار ده الألم ضرورة في حياة أولاد الله واللي ليهم رسالة لن تخلوا حياتهم من ألم لكن أكبر انتصار على الألم هو الحب المحبة هي انتصار على الألم لو واحد عنده تجربة وعاش قصة حب حقيقي لربنا والحد محروم من الحب هو انتصار على وجعه انتصار على تجربته هو داء طعم القيامة من الموت اللي اتنين عرفوا يعملوا كده نعمة انتصرت على وجعها بأنها مهمومة برعوس ورعوس انتصرت على وجعها وأحلامها بعت أحلامها كلها وحبها لنعمة دخل بعز شريك انتصر على الفكر الأرضي انه ياخد واحدة غنية زيه وخاد الغلبانة المؤبية ودي كانت حاجة تكسب بالنسبة له لأنه كل دي انتصارات حب والحب يجعلك تطلع فوق العلم إذا لما نفكر في التجارب أنا معجب قوي أنه أستير ويهود ويهودات ورعوس التلاتة حياتهم مؤلمة جدا لكن هما دول البنات اللي ليهم رسائل كبيرة في الكتاب اللي ماخدوش أحلام البنات العادية اللي مدقوش اللزة الأرضية وبقد ده شغلهم الشاغل اللي مش عاوزة تبقى لها عزوة وعيلة عادية يعني تبص للبقين وتقول لهم عندي ومش عندي لكن هما دول اللي غيروا التاريخ وفرقوا بولسي علمنا مبدأ يقول أفعل شيئا واحدا أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام ماينفعش يا نعمة تبصي وراء وتقولي إيش معننا؟ ليه جوزي ماته؟ طب ليه ولادي ماته؟ طب كان ساب لي عيل من العيال لا لا تفكريش كده لأنه على فكرة هو خادت ثلاثة وجاب لك المسيح هي خسرت كلها حاجة بس بقت جدة المسيح بوعث ده رمز للمسيح فالواحد مهم أنه يقلب الصفحة كل شوي ما يقعدش يبصوا وراء ويحاسب ربنا ويتحصر ده أما النعمة بتقول غير كده النعمة بتقول ننسى اللي فات ونبصوا قدام ونتحرك لأن فيه رسائلة النعمة دايماً تخليك بصص للحلم الجديد ما هو قدام أنت صاحب رسائلة فيه ناس محتاجينك كفاية تعيش لنفسك والحلمك اللي قد كده اللي هو مكرر منه مليارات لا أعيش حلم very different unique أنت هتبقى ما فيش غير رعوس واحدة في الكتاب نعمة واحدة في الكتاب سهمين شخصية فريدة لأنه فهم عمل النعمة نعمة ما سألتش أبداً شمعنانا بالعكس هي شايفت أن حب رعوس ليها هو اللي ده الميزة هو اللي جاب لها منفز وبقى عوضها وعزاها نعمة ما بتفكرش في حكاية أنا السبب ما بتلومش نفسها ولا بتلوم الظروف ولا بتلوم ربنا ما عندهاش غية اللوم لوم النفس ولوم الظروف ولوم ربنا ده سلاسي مرعب مؤذي ما يجيبش أي نتيجة ما تقعد متغاز من ربنا أنه ليه عمل فيه كده أو متغاز من الظروف والناس أو متغاز من نفسك مش هتتحرك من مكانك هي ما بتلعبش اللعبة هي فهمت أنه لسه في رسالة عارفة تشكر ربنا أنه فيه لسه شخص بيحبه أي شخص في حياتكم بيحبكم ده صاروه ده رعاوس ده هدية ربنا لكم وجود أي شخص في دايرتك بيحبك أعرف أنه ده منفذ ده هدية امسك فيها جامد قدرها قوي ما تدلش عليها ما تعتبرهاش فور جرانتد أنه فيه شخص بيحبك وخلاص فيه أبدية مستنياك كأنه نعمة أدركت لما شالت عبيد ده طفل ده أنه فيه حاجة عجيبة بتحصل في المستقبل أنه فيه قيامة أموات أنه فيه أحلام فوق العالم تباكي بقى يا رعوز أنه أنت عرفت تنسي نفسك فإلى مغيرك أنت عملت أجمل منظر في الكراز أنت عارفين القصة دي كرازية طبعا لأنه رعوز أساسا مؤبي فكونها دخلت في شعب الله وبقت جدا للمسيح ده أحد سواهد أن المسيح ناوي يجيب الأمم لأنه رعوز أممي ما هيش يهودي مش من شعب الله أساسا تباكي يا رعوز لأنه كنت أرملة بصتي على أرملة أخرى واجعها أعلى منك وما بقاعدتش قاعدت تقولش معنى أنا وأنا موجوع وعاوز اللي طبطب علي تخيلوا أرملة بتخدم أرامل وفرحانة بخدمتها وناسية نفسها تماما عمرك ما فكرتي الضمانات اللي هاخدها في بيت لحم لو رحت مع الست دي وماتت هيحصل إيه بعد كده كانتش بتحسب ولا تفكر في المستقبل طباكي يا رعوز لأنك ما حسبتهاش بعقلك سبتي قلبك your conscience الضمير الروحي اللي حب ربنا من الست دي يسوءك you were very different you dare to be different كنت كنت مختلفة قوي عن كل حسابات جيلك طباكي يا رعوز لأنك حبيتي ربنا اللي ما كانش إلهك قبل كده وإحنا بنشوف في الكراز ناس بيحبوا ربنا أكتر مننا ما كانوش يعرفوا ربنا زينا طباكي يا رعوز لأنك استحملتي كتير قوي لمجرد تبقي أمينة مع أمك الجديدة وكنت أمينة فعلا في الآخر لأنك أمينة في القليل أقامك على الكتير وبعيتي جدا للمسيح لإلهنا كل مجدوك رام تبدأ لنصلي الكلو يمضي ويزول لا شيء يبقى لا يحول لا يبقى عشب في الحكوم والزهر أيضا لزيوم يا ربي أنت وحدك تبقى وكل ما تبي يا ربي أنت وحدك تبقى وكل ما تبي لا دوران ولا تغير فيك يا سيدي المجل لا دوران ولا تغير فيك يا سيدي المجل يا سيدي ليس سواك فأنت طبقك في عولك كما بالأمس لا تزال تغيرك من الموح لو لك أندي في ضايا كي أنتهي إلى ضايا لو لك أندي في ضايا كي أنت شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك لكنك رب السمر خوف من كل الأصدقاء ففي يسوع الأخربي من أخوتي لي بازم العمر ينضي ويزول مثل غفار لا يكن تنزي الأيام واسم تنزي تطير لا لكن في هذا للعزة فهو يقرب السمر تنزي تطير لا تنزي تطير لا تنزي تطير لا نشكرك على نعمتك غير المحدودة حطيت في حياتنا نعمة لكن مش غوينها مش بنحب نحكيلها ولنقعد معاها بنهرب منها عوزين الدنيا زي ما رسمناها لنفسنا أحلامنا القديمة مش هنفرط فيها بنعلن معاك مصرين نرسم حياتنا بأدينا حتى لو طلعت شخبط نفسنا يا رب نلغي دماغنا وتمسك إدينا وترسم لنا حياة أجمل بحلم أكبر ونعيش حسب قردتك خاضعين لنعمتك فرحانين وشبعانين حتى لو موجوعين إدينا يا رب ننتصر على كل اهتماماتنا الأرضية طريقتنا في التفكير ونظرتنا للأمور ونعيش بأفكارك العالية وبنظرتك الواسعة وبقلبك الحنين على خلاص العالم كل علمنا يا رب نركز في السماويات عوض الأرضيات والأبديات بدل الزمانيات إدينا قلب يعرف يحب وينسى كل حاجة في الحب وبمحبتك لنا نغلب كل واجعنا ونقبله من إيدك صليب جميل وراء أياما بمجد لا يدركوا العقل فرحنا بيك يا رب شبعنا بيك إملانا بروحك ثبتنا في كل أيام غربتنا من أجل أمنا العدرة بركة كل إدي سيك إسمعنا لما نقولك بالشكر أبائنا اللذي في السماوات تكن مشئتك كما في السماء أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا لا تدخلنا في تجربة بالمسيحي صارب شكرا 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 شكرا